نروح لأسوريو مدرب فريقنا بعد ما عقد جلسة مع اللعبين قبل انطلاق ميران النهاردة تحدث مع اللعيبة عن أهمية مباراة زد وضرورة تحقيق الفوز في هذا اللقاء ويمكن كان أسوريو شرح بعض الأمور الفنية لتطبيقها في ميران النهاردة أسوريو كمان كان حريص على شرح الأخطاء اللي ظهرت في مباراة أمبي وشرح بعض من النقاط إن ما ينفعش إنها يكون موجودة داخل تيم نادي زمالك في الفترات القادمة بإذن الله لسا مكملين أخبارنا من عند أسوريو اللي عقد جلسة مع كل من محمد عبدالغاني ومحمد طارق سنائي دفاع الفريق على هامش مران اليوم الجلسة شهدت شرح بعض الأمور الفنية للسنائي من أجل تنفذها خلال الفترة المقبلة بإذن الله وده مهم مهم إن الراجل يكون بيتكلم مع اللعيبة وان وان كده عشان خاطر لو حد عنده مشكلة أو حد عنده حاجة الراجل ليقدر يحلها له ونروح لتشكيل مباراة زد اللي بيدرس الجهاز الفني عمل بعض التغييرات خصوصا على مستوى خط الدفاع أسوريو بيفكر في عودة السنائي محمد طارق وحسام عبد المجيد بجانب التفكير برضو في استمرار محمود علاء التدريبات المقبلة هتكون الفايصل في اختيارات أسوريو على حسب حالة كل لعب بإذن الله ترجمة نانسي قنقر